السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة سكويزين فاميلين يوم شاء الله نشترك معكم وجبة غدا أو عشاء متكاملة وسهلة التحذير وخفيفة في نص الوقت من ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وتردو علي الخبار كيف العادة وتفضلوا معي بشتوفوا تفاصيل الفيديو بسم الله على بركة الله أول حاجة غدا نوجد هنا الخبز بالخميرة البلدية هنا خديت تقيق الكامل والنصف الآخر الفارينا تقيق الفارينا والقمحة جبتهم من المغرب يعني بلديين وهنا غدا ناخد الخميرة البلدية تقيق القمحة بالنخالة ديالو يعني حتى ذيك النخالة الغليدة حتى هي استعملتها يعني كنت حناء ونعود رجعها في تقيق صافي استعملت هنا الخميرة البلدية كاملة وكنعجنوه هنا في العجانة كان قا نضيف الماء بشوية بشوية حتى كد من الأحسن نضيفه غيه بشوية بشوية يعني ما تضيفوش للماء بالمرة حتى كد جمع لي العجينة ومن اللي كد جمع صافي كنخليها تدلك نزيان كنخلي حتى كتقرب يعني كتبالي يدلك نزيان وكنسرع شوية الروبو صافي وكنخليها تخمر هنا غنشارك معاكم غيه هناك كان وجد يعني ذاك شي اللي حضرتو هاد النهار يعني راني تشاركتو معاكم هاد الصباح هنايا كان وجد في القشور ديال الرمان هنا نشفتهم أخدو ليت قريبا شيء أسبوع غير الضو البال بحال دا بمثلا ذاك الرويس بحال تلمطي يكون في شوية ديال دود ذاك شي شوريتو لكم مهم كتنقيوهم مزيان وكتخليوهم يعني نشفو أنا خليتو مكين نشفو يعني مدرتوهم لف الفرار لف التحاجة صافي حتى نشفو كرمو مزيان وغدا نديرو في هاد القنينة ونخليهم اللي أنا بغي نستعملو إن شاء الله نشارك معاكم إن شاء الله الوصفات اللي غنستعملها بد اللي غنستعمل فيها قشور ديال الرمان خاصة نحاولو تاخدو الرمان اللي ما يكونش فيه الدواء هنا غدا نوجد وحدة المقبلة اللي فيتت شاركتها معاكم فيها شفلور ومطيشا وحتى دبا ضفت التومة نضيف الملحة شوية ديال زنجبيل وشوية ديال فلفلة حمرة وشوية ديال الحار عرفتوني أنا دائما نستعمل شوية ديال الحار ولكن أما كلمت تديش حار رغيت تجيل ديذا وصافي غيت ندير غيشي شوية لكم عرفتو عندي مهم عندي ولدي الكبير صراحة ما تيبغيش بزاف الحارة مصغير ما عندوش مشكل كي يكون الحارة غي كنحاول ما أمكان أنا ما نديرش بزاف غيشي شوية هنا نضيف الزعتر بحل هاد المقبلة أنا ما كنستعملش فيهم البزار بحل هادول كيكونوا محمضين كنتستعمل غي في الفلحارة البزار كنتستعملو يعني في شي حويج آخرين لأن حتى هو يعني المضاق ديالو على حساب يعني كيتواتى معا شي وصفات وشي وصفات ويما ديكتبقى مسألة الضوك هنا زيت الفلفلة يعني ألوان قطعتها قطع صغيرة يعني كل فلفلة خديت نصف ديالها كيزيد إلي الددلين هذا كل الشيفلور صافي وغدا نخلي هي طيب هاكدا يعني بلا بلا ما بلا تشي حاجة غيدوك الفلفلة ومطيشرة كيتلقوا لما ديالهم وكيجي لديد بهالطريقة هنا عندي غدا نوجد صلصة اللي غدا اللي غدا نشرمل فيها الحوت غدا نستعمل بحل شكل بحلي واحد الغيطة إن شاء الله غدا تشوفوا كيفاش غندير لي هنا عندي فلفلة حمرة معا تومة يعني أخديت ريوس ديال تومة مهم تومة كتأخذوها على حسب ذوق ديالكم هنا الخبز خديت واحد طريف ديال الخبز كيف كيتشوفوا راني قطعتو هنا زلتغيشي شوية ديال تومة أنا كنزدرت واحد درويسات ديال تومة زلت عليهم تومة لكن معرفتو أنا الحوت كان عكي يعجبني بزف نستعمل توم كتير هنا زلت ففلة حرة وففلة حلوة يعني تحمير وشوية ديال زرجبيل والملح صافي هدو من التواب اللي غنستعمل ما غنستعمل شوية قصبر والمعدنوس غنستعمل هنا البازيليك يعني الرايحان الحبق سافي غدا نطحن هدو هدو المكونات كاملة هنا أنا جيت طليت على يعني واحد المقبلة أخرى اللي غدا نستعمل لأن المقبلة ديال شيف لورسا في طابت هدي فيها غي الففلة يعني بالألوان وفيها البصلة الخطرية وطومات سوريز سافي هدو شلي فيها غدا نزيد التوابل مهم توابل كيف العادة شوية ديال تحمير شوية ديال ملحة وضروري من شوية ديال التوم إلا بغيت تضيف الكامون ممكن تضيف ما بغيت تضيف وانا ما ضفت هنا في هدو الوصفة هدي ما استعمل الكامون صافحة هي نفس شي يعني كان طيب أنا أغلبية ديال مقبلات كان طيب بلما غير كتنقصو في الأول يعني ما تكون ش النار بجهدا باش كيتخليوا لهم الفرصة في تلقوا ذا المادية لهم وهكذا يجي ذا الماداق مركز يعني كي يجي الديد هكذا عما من سندير المارا كي يجي ذا شي شوية ناقص في الماداق صافحة كيف شفتوا يعني من غدا نضيف توابيل كاملة غدا نستيلي ونخلي هد مقبلة هدي طيب يعني يعني يلا هكت عرق بشوية بشوية هنا غدا ندوز باش نشرمل الحوت هنا غدا نعصر علي غي شوية ديل الحامض لأن هذك الشرمول اللي طحنت غدا ندير ها من الفوق بحل شي يعني بحل شي يعني بحل معرفت كيف اش هنقول لكم يعني بحل غي غن غطي الحوت بيها باش من يجي ذاك شي ديد بزي ان شاء الله تجرب وات عجب بكم ذاك الخبز كنديروه باش كينشف كي شرب لنا ذاك المال اللي كيكون في الفلفلة حلوة الفلفلة حمرة تافي هنا غدا نستعمل غي شوية ديل هن عندي الزعتر ولسيبولت والتومة والملحة وشوية ديل الفلفلة حارة والحامض هاد شي اللي استعملت باش تهنت الحوت قبل ما نستعمل لي ذاك الشرمولة اللي يتحنى اللي فيها الخبز تهنت فيها كيف تشوفو هيا الشرمولة ما زل تتتحن هنا اخذت هذا البلاطو وليس كنا طيب فيه هكذا ما كيكون عندي غيش شوية دي الحوت وليس كنا طيب فيه ما كيخسر موالو يعني ما كيبقى هكذا يعني ما كيكحال محتى حاجة سبحان الله هذا را كنت واقي لايمكن لك انت خذيته في اكسيون دهنته هنا بزيت الزيتون دهنته بزيت الزيتون وده بعد كنا نضيف واحد كيف كتشوفون لطومات سوريز ونبعد فلفلة الوان باش كنفرشهم التحت ممكن تفرشوا حتى البصل اللي لا بغيتش يعني البصل ولكن يكون قد تعقيتها عرقيقة عرقيقة باش ماي باش مايبانش صافي هنا غدا ناخد الحوت اللي شرملت غدا نحطو كيف كتشوفو هانتو ما هديك الشرمولة غندهن بيها السمك ديالي بغيتو الدهنو حتى من التحت انا ما بغيتش ندهن من التحت لان التحت كينا يعني ما طيشا والفلفلة هدوك غدا يتلقو ذا كل ما ويعني ما نحتاش نظف تغي من الفوق عانتو ما كيف كتشوفو كيجي لها تشكل صافي هنا كنغطيه وكنخليه حتى يطيب الخبز عاد غندخله يطيب يعني تلاخر لحظة تقريبا كاخدالية انية عشرين دقيق صافي بالنسبة لخبز ها هو دبا خمر صافي غير نطبعو هكدا ونشعل الفران تكون درجة ديال الحرارة ديالو عالية حتى كيس خون مزيان صافي وكندخلو يطيب قدروا ترشوه بالماء لابوس يجيكم مقرمل ومحمر صافي ها هي الوجبة الغداء يعني ما خدتش ليه بزف ديالوقت يعني دغيه دغيه وجدتها بوحد السرعة فائقة يعني ما خدتش ليه بزف ديالوقت صافي خط غير شوية ديال الوغانيزاتيون وبالنسبة البطاطار انا غي قطعتها وطيبتها في الفران يعني عادي طيبتها في الفران بعد تكن خرجنا من الفران دهان تبشوية ديال زيت زيتون ورشيتها بشوية ديال البازيليك صافي والزيتون كحل صافي وهديك السلطة العادية ما هديك السلطة ربتن اكل غير انا والزوج ديالي الدراري ما كي ياكلوه عايش صافي هذا هو طبق الوجبة ديال الغداء او عشاء يعني ممكن تمشيحتها في العشاء لانها خفيفة وسهلة التحضير تمنى ان شاء الله تكون نالت الاعجاب ديالكم وإلى وصفة جديدة ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة